اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية يصل الى الرياض قادما من الولايات المتحدة بعد استكمال فحوصاته الطبية تسجيل اربع حالات وفاة واربع اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضر موت قتلى وجرحى في صفوف ميليشي الحوثي الانقلابية في نقد العتق شرق صنعاء القوات المشتركة تستهدف موقعا لقناة صفوفي جنوب الحديدة اهلا بكم وصل فخامة الرئيس عبدالربو منصرهادي رئيس الجمهورية للعاصمة السعودية الرياض بسلامة الله وحفظه قادما من مدينة كليفلاندا الامريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة الجوف الواء مين العكيمي اطلع على المستجدات بالمحافظة وجهود استعادات مؤسساتها ودحر ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران واشد نائب رئيس الجمهورية بالتضحيات التي يقدمها ابطال الجيش وابناء المحافظة في سبيل الجمهورية ومبادئها السامية معبرا عن تقديره لدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بغيادة المملكة العربية السعودية ودعمها مثابت لجهود وتضحيات ابطال الجيش وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والاستمرار في حشد الطاقات وتوحيد مختلف المكونات بما يحقق حلم المحافظة في التحرير وابنائها في الاستقرار والتنمية مؤكدا تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية للتضحيات والبسالة التي يحقق بها الأبطال في الميدان أروع مفاخر اليمنيين وأمجادهم التاريخية ودى عصابة غاشبة تستهدف النيلة من هويتنا وعروبتنا ومكاسبنا الوطنية ومن جانبه تطرق المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها الوضع الميداني وما يتحقق من نجاحات كبيرة علاوة على الأوضاع النازحين والمشردين جراء حرب الميليشيا معبرا عن التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية أشهد نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي بجهود قيادة السلطة المحلية بوادي حضر موت والصحراء في تسيير العمل الخدمي والتنموي وتكريس أجواء الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل ناجح وأشار خلال اجتماعه مع وكلاء المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير والمهندس هشام السعيد وعبدالهادي التميمي إلى أن مدريات وادي حضر موت والصحراء مثلت نموذجا متميزا للإدارة المحلية وتلمس احتياجاتها وهموم المواطنين والاستغلال الأمثل لمواردها في مجالات التنمية وأكد الخنبشي دعم الحكومة لاستمرار وإنجاح هذه التجربة بما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المجتمع المحلي منويا بأهمية استمرار الجهود والحفاظ على النموذج المتميز الذي تقدم حضر موت من خلال احتضانها للعديد من الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية بدونه تطرق الوكيل الكثير إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع إضافة إلى الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية أقر لقاء عقدة بمدينة سيئون إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا للقانون إضافة إلى إنشاء شبكة إلكترونية من قبل فرع البنك المركزي من عقل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مدريات الوادي والصحراء وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال دكتور سالم الخنبشي خلال اللقاء الذي ضم عددا من مالك شركات ومراكز الصرافة أن الدورة النغدية المختلة للعملة الوطنية تسببت في تداهر قيمتها أمام العملات الأجنبية وبرزت آثارها وأضرارها ومست حياة الجميع وهو ما يوجب أو يوجب تكاتف الجهود لتحسين مستوى البنية الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الرئيسية بهدف توفير الغطاء النغدي الأجنبي الكافي وأشار إلى أن الأزمة السياسية في اليمن عكست نفسها على الأوضاع الاقتصادية وزادت من معاناة معيشة المواطنين ما يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والإقراءات لتعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير البنية التحتية للعملية الاقتصادية ومن جانبه أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الصامي الكثيري لأن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب تداهور قيمة عملتنا الوطنية عبام العملات الأجنبية وأكد المجتمعون على أهمية اللقاء لكشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية تدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرغابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخولة له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية كما اتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرج في نشاط مراكز الصرافة وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم أو المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الرهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي حضر اللقاء وكلاء المحافظة المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس نياب تستيناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومدراء مكاتب شؤون القانونية والصناعة والتجارة ونائبي مدير عام المالية والبنك المركزي بسيئون ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضر موت أعلنت لجنة الوطنية العلية لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة وأربع حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل تسع وعشرين حالة تعافي وقالت اللجنة إن محافظة حضر موت سجلت أربع حالات وفاة وأربع حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيلها سبع وعشرين حالة تعافي وهو ما يرفع عدد الحالات في حضر موت إلى ثمانمائة وأربع وتسعين حالة منها مائتان وثمان وثمان حالة وفاة وأربعمائة وستون وستون حالة تعافي وأضفت اللجنة أن الحالات النشطة المصابة حاليا في محافظة تعز خفضت إلى حالتين فقط حيث سجلت المحافظة حالتي تعافي جديدتين ما يرفع عدد الحالات في تعز إلى 218 حالة من إجمالي 300 حالة مسجلة بالمحافظة بينها 80 حالة وفاة وبهذا يكون إجمالي الحالة التراكمية المؤكدة في بلادنا 1962 حالة منها 570 حالة وفاة فيما بلغت حالة التعافي 1160 حالة تعافي هذا ما وضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 25 مليون وتسعمائة ألف حالة فيما بلغ عدد الوفايات ما يزيد عن 860 ألف حالة وبلغت حالات التعافي أكثر من 18 مليون ومئة ألف حالة تعافي وشفاء حمل وزير الإعلام معمر الإرياني ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة صافر وتسرب النفط أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات والتي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي بصعود إلى الناقلة وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة العنبال يمني سبى أن صورا جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث به في تاريخ البشرية لن تقتصر أثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر وطالب الوزير الإرياني لمجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار صافر أو غرق الناقلة وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي والضغط على أميليش الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك العنيفة في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب بين قوات الجيال الجيش الوطني ورجال القبائل من جهة وميليشيات الحوثية الانقلابية من جهة أخرى حيث تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في المواجهات الدائرة بالمنطقة أكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني نكلت بميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ويأتي هذا بالتزامن مع خسائر فادحة تلقتها الميليشيات الحوثية في جبهات جانية بالبيضاء وبئر المرازيق في الجوف ونهم بصنعاء سقط قتل وجرحها في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والوطني والمقاومة أفشلوا هجوما شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق وأجبروا تلك العناصر على الفرار بعد أن أوقعوا العديد منهم بين قتيل وجريح وأضاف أن الميليشيات الحوثية التكبدت خسائر أخرى في الأرواح والمعدات بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران تحارف دعم الشرية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة بمديرية نهم تمكنت القوات المشتركة من استهداف وتدمير موقع لقناص حوثي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ويظهر تسجيل المصور توجيه ضربة مدفعية مركزة أصابة الموقع والقناص بدقة متناهية لحظة إخراج فوهة سلاح القناص من بين أكياس الرمل الذي أدى إلى مصرع القناص وتدمير سلاحه وكانت الميليشيات الحوثية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من مواقع تتمركز فيها قناصتها مستدفة المدنيين في مدينة حيس ومديريات الساحل الغربي استهدفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران قرى سكنية ومزارع مواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وقالت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية استهدفت منازل ومزارع مواطنين شرق الدريهمي مستخدمة لأسلحة الرشاشة المتوسطة وأطلقت نيران أسلحتها القناصة بكثافة وأكدت المصادر أن استهداف الميليشيا الهيستيري تسبب بإطلاف بعض المحاصيل الزراعية مخلفا خسائر فادحة للمزارعين كما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان استشهد مدنيان وأصيب آخر من آل حميقان إثر انفجار لغم زراعته الميليشيات الحوثية في إحدى عزل مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء وقال مصدر المحلي بزاهر إن لغم الحوثية انفجر في وادي جرجرة بعزلة ناصفة ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين من أبناء قرية النسرين ومنذ اجتياح ميليشيات الحوثي البيضاء تعمدت زراعة حقول الألغام والعبوات الناسفة في المناطق الاهلة بالسكان والأودية والمزارع والطرقات متسببة في سقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء في المحافظة شهداء ومعاقين شهدت مدينة ديمت بمحافظة الضالة تظاهرات ومسيرات حاشدة يراء مصادرة العملة الجديدة من قبل ميليشي الحوثي الانقلابية ونهب التجار للسيولة المالية وأكد الإعلامي مرزوغ الصيادي بأن عصيانا مدنيا شاملا تشهده مدينة ديمت عقب المسيرات الحاشدة التي شهدتها مساء أمس وسط أطلاق النار الحي من قبل ميليشي الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على المتظاهرين حيث أصيب تسعة مواطنين بإصابات مختلفة خلال محاولة فضل مظاهرات وأضاف الصيادي أن مسلحي الحوثي نفذوا حملة على أصحاب المحلات التجارية بالمدينة وصادروا العملة النغدية الجديدة دون سندات أو عملة نغدية بديلة مضيفا بأن الميليشي الانقلابية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالة العشرات من المواطنين وعفد عفتهم السجن وأشار الصيادي إلى أن إضرابا شاملا ستشهده المدينة أو تشهده المدينة للمحلات التجارية رافضين فتح المحلات إزاء هذه الممارسات القمعية والابتزاز من قبل ميليشي الحوثي الانقلابية التي تمارس أبشع صنوف الإرهاب وفرض الأتاوات والجبايات وقانون الخمس وغيرها من الممارسات بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف وقع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد الجابر سفير المملكة العربية السعودية والأمين العام لهيئة تنمية صادرات السعودية صالح بن شباب السلمي السلمي مذكرة تعاون مشترك بين إعمار اليمن والصادرات السعودية بهدف تعزيز صادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن حضر التوقيع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد بن الجابر حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على أمن اليمن واستقراره وتنميته ووضح الجابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن وكذا ستساعد في تشغيل الأيد العاملة اليمنية وخلق فرص العمل شكرا لكم حقيقة الاتفاقي اللي وقعت اليوم بين هيئة المتصدر السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعني اتفاقية هي مكملة العمل اللي يقوم فيه الزملاء في البرنامج حاليا والجهود المتميزة لهذا حقيقة هو تعريف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في عبر البرنامج في تنمية وإعمار اليمن سواء مشاريع وسواء تصدير منتجات سعودية والسوق اليمنى من أسواق الواعدة والمتميزة وعلاقتنا قديمة جدا بالأسواق اليمنية ومن الأسواق الرئيسية للتصدير ولكن رغمنا حقيقة في تأطير هذه الاتفاقية وأيضا سيعقب إن شاء الله تواصل مع القطاع الخاص ومع الشركات السعودية لتعريفهم بالبرنامج جهود البرنامج والفرص الكامنة الموجودة حاليا في اليمن الشقيق عن طريق البرنامج ولا يفوتني حقيقة أني أشكر سعادة السفير محمد الجابر على حرصه وعلى متابعته إلى الحمد لله وصناء التفاقية والتفاقية إن شاء الله ليس فقط مجرد التفاقية وإنما هناك متابعة ولها برامج تنفيذية على الأرض الواقع ونأمل إن شاء الله أن يستفيد منها جميع القطاع الخاص والشركات ومهناك إن شاء الله أفكار كثيرة وبدرة طموح إن شاء الله لعلى ترى النور إن شاء الله بالتعاوب مع البرنامج إن شاء الله الحقيقة هو شيء في البداية لازم أتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والثلور المدنية وكذلك لسعادة الأمير العام لهيئة الصادرات في سرعة اهتمامهم وتجاوبهم مع البرنامج لعقد هذه مذكرة التفاهم وهي جزء الحقيقة من مجموعة من مذكرات التفاهم لاستراتيجية دعم القطاع الخاص في اليمن المملكة العربية السعودية دعمت القطاع الخاص بالعدد من الدعوم كان رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركز اليمني واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم نحن في البرنامج نسعى أيضا إلى التعاون مع القطاع الخاص في أسبوع الماضي عقدنا اجتماعا مع التكتل القطاع الخاص اليمني ولدينا اجتماعات أيضا مع مجلس الأعمال السعودي اليمني وكذلك هناك رؤية لتكامل القطاع الخاص من القطاع السعودية مع القطاع الخاص في اليمن نعول على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثيرا من الأعمال تساعد في تنمية وخلق فرص العمل للشقيق اليمني وهذا هو ما تسعى لقياة المملكة العربية السعودية سيدي خادم الحرمي الشريف والعهد الامين كل حرص على أشقانا في اليمن وعلى أمنهم واستقارهم وتنميتهم مزيد من الأخبار المحلية ولكن بعد الفاصل أهلا بكم وقع محافظ حضر موت فرق بن سالمين البحسني بالمكلة على عدد من العقود لمشاريع مهمة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة في قطاعات الطرق والمياه والجسور بمديرية حجر وبروم ميفع التي تضررت بسبب كارثة السيول التي اكتاحت المحافظة في نونيو المنصر حيث وقع المحافظ البحسني على مشروع مياه جزول وحصن باقروان بمديرية حجر ويشمل توريد وتركيب أنبيب بولياثيلين مختلفة الأغطار ومعالجة الخطوط في مجال السيول من خلال إيجاد حلول بديلة خصوصا بعد تعرضها لأضرار السيول والفيضانات على أن يستكمل المشروع خلال 45 يوما من بدء العمل في المشروع كما وقع محافظ حضر موت على مشروع مياه ميفع بمديرية بروم ميفع ومشروع طريق رحاب الفرضحة بمديرية دوعا بطول 33 كيلو و400 متر بمديرية دوعا كما وقع المحافظ البحسني على مشروع صيانة القنوات بمديرية حجر بتمويل من منظمة الفاو ومساهمة السلطة المحلية بالمحافظة ويوفر المشروع لأبناء المديرية نحو 700 فرصة عمل وأكد محافظ حضر موت أكد على أهمية هذه المشاريع الحيوية التي يستفيد منها أهالي المديريات المتضررة من كارثة السيول وشدد على ضرورة إنجاز واستكمال المشاريع طبقا للمواصفات الفنية وحسب الفترة الزمنية المحددة وقع محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوار روكن فرج سالمين البحسني بالمكلة عقدا لمشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لشارع ستين من مجسم الشبام إلى ساحة العروض وشارع منطقة خلف من تقاطع باشريف إلى جولة شركة النفط بجولة مسحة وقضى العقد بتوريد وتركيب كشافات بقدرة 120 واط نظام مدمج لمبة مع البطارية تعمل بطاقة الشمسية يتم تركيبها على أعمدة الإنارة الموجودة بشارعية ستين وخلف خلال أربعة أشهر وبتكلفة إجمالية بلغت ثمانمائة وواحد وسبعين ألف وثمانمائة وخمسين دولارا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وجه المحافظ البحسني بسرعة تنفيذ المشروع بحسب المواصفات مع الاهتمام بجودة الكشافات وضمان الصيانة لخمس سنوات بحسب العقد والالتزام بالتنفيذ خلال أربعة أشهر كما وجه المحافظ بسرعة استكمال تجهيز عقود الإنارة بالطاقة الشمسية لمشاريع كورنيش المحضار وخورة المكلة وكورنيش حي السلام وإنارة الشوارع الداخلية لشوارع مدينة المكلة من مدخل فوة القديمة حتى بويش بكشافات لد لتوفير الطاقة وأكد البحسني على أهمية هذه المشاريع في إنارة الشوارع الرئيسية للعاصمة لعاصمة المحافظة لتوفير الطاقة الكهربائية وضمان إنارة الشوارع دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو أعمال التوسعة والسفلة للمدخل الشرغي لمدينة عتق البالغ طوله أربعة كيلو وسبعمائة متر وعرض أربعة عشر متر مع جزيرة وسطية بين الاتجاهين كما دشن محافظ شبوة أعمال الإنارة لشارع الشهيد القوميشي البالغ طوله ثمانية كيلو متر وعغب التدشين أكد بن عديو على أهمية هذه المشروعات في تحسين المداخل الرئيسية لمدينة عتق والمظهر العام لها وأشار إلى أنها تأتي في إطار خطط استكمال مشاريع البنية الأساسية لها في مجالي سفلتة شوارع المدينة وإنارتها حضر التدشين مدير عام مكتب الأشغال العام وطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة وعدد من المسؤولين وفي شبوة أيضا تسلمت سلطة المحلية بالمحافظة دفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من شركة كالفالي بوترول يوم العاملة بقطاع الخشعة بحضر موت تشمل خمسة أجهزة تنفس اصطناعي لتعزيز قدرات القطاع الصحي على مواجهة جائحة كورونا وثمن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو دعم الشركة الذي يأتي بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن مشيدا بمبادراتها بنقل إنتاجها النفطي من قطاع الخشعة بحضر موت عبر قطاع أربعة بشبوة ومن ثم لميناء التصدير بالنشيمة دشن محافظ الحديدة دكتور الحسن طاهر ومعه المنصغ العام لللقنة العليا للغاثة باليمن جمال بالفقيه دشن مشروع الاغاثة العاجلة للمتضررين من السيون والأمطار من أبناء مديرية المخا والخوخة جنوب المحافظة وبتمويل من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت وضمن حملة الكويت بجانبكم وتنفذه مؤسسة ينابيع الخير الخيرية يهدف المشروع إلى توزيع 742 سلة غذائية بجميع مكوناتها بالإضافة إلى 296 حقيبة إيوائية مكونة من بطانيات وفرش ومخدات وملايات ونموسيات وأسطوانات غاز وطباخة ويستهدف المشروع المتضررين من الأمطار والسيون التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية ويأتي هذا المشروع للتخييف عنهم وطأت هذه المعانا وخلال التدشين ثمن المحافظة طاهر جهود جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت واستجابتهم العاجلة لمناشدات السلطة المحلية بالمحافظة وجهود مؤسسة يانبيع الخير الخيرية في الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا واحتياجا ناقش الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد مع مدير عام مدرية لودر عوض علي النخعي سير تنفيذ مشروع ردم طريق دريب القوز والبالغ تكلفته 35 مليون ريال بتمويل محلي بطول 4 كيلومتر مربع ووجه الأمين العام بسرعة تنفيذ هذا المشروع والذي سيسهل تنقلات المواطنين في أكثر من 12 قرية واستعرض مدير عام لودر أوضاع المديرية واحتياجاتها المختلفة في العديد من القطاعات التنموية حضر اللقاء مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار عبدالناصر اليزيدي عقد لقاء مشترك يضم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد ومدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي ومدير عام صندوق النظافة في المحافظة منصور وادي ناقش خلال اللقاء أوضاع صندوق النظافة بالمديرية وتفعيل الإيرادات وتم في الاجتماع الاتفاق على نزول مدير عام الصندوق إلى مديرية لودر لمعالجة وحل جميع الإشكاليات التي تواجه الصندوق فيما يخص تفعيل الإيرادات وتنفيذ حملات نظافة وعلى هامش اللقاء ناقش الأمين العام مع مدير عام لودر ومدير عام إدارة الواجبات بالمحافظة الصالح الجاوي ناقش مستوى تحصيل الإيرادات الحالية الخاصة بالواجبات وتفعيل عمل ونشاط الواجبات في مديرية نودر ناقش وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي في الاجتماع الذي عقد لمدراء المرافق الخدمية الأساسية أهم الأولويات والاحتياجات الضرورية للخدمات وكيفية التخفيف من معاناة المواطنين بعدن وتطرق الاجتماع الذي حضره مدراء مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمالي والأشغال العامة والصحة والسكان أبرز الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدمية وكيفية تنفيذ المشاريع التحسينية والتطويرية العاجلة أكد الشاذلي في الاجتماع أن توجيه محافظ عدن أحمد حامد لملس بالإشراف على ملف الخدمات في عدن والإسراع في رفع تقارير الجهات الخدمية بأولويات احتياجاتها التي يمكن أن تسهم بالحد من معاناة المواطنين بشكل عاجل وسريع وأضاف أن المحافظ يلاهتماما كبيرا لمعالجة الإشكاليات الخدمية الأساسية في عدن الذي سينعكس إنجازها مباشرة على أرض الواقع دشنا وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثيري الامتعانات النهائية للعام الجامعي الحالي بجامعة سيئون وفق الإجراءات الصحية المعدة لألف وثمانمائة وثمانية عشر طالب وطالبة موزعين على خمس كليات وهي كلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم الإدارية وكلية التربية وكلية التربية البدنية والرياضية كما اطلع الوكيل الكثيري على العيادة الطبية الخيرية بكلية التربية والبنات التي تنفذها مؤسسة دار الشفاء الخيرية بإشراف شؤون الطلاب بجامعة سيئون وعمادة كلية البنات وبالتعاون مع التحاد طلبت جامعة سيئون إلى جانب نشاط فريغ الاستجابة السريعة للتحري والتغصي بمديرية سيئون بهدف تنسيق آلية التبليغ الوبائي لأي حالات اشتباه ينطبع عليها التعريف القياسي رأس مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل الاجتماع التنسيقي بين السلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز مع منظمة اكسفام مكتب التربة وذلك لتوقيع مشاريع مساعدات سبل المعيشة الطارية للسكان المتضررين من الأزمات في تعز في مدريتي المعافر والشمايتين وكذا الاستجابة المشتركة للأزمة بمدريتي الشمايتين اللازمة بمدريتي الشمايتين والمعافر من خلال الاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات وبرنامج التحويلات النقدية استجابة للاحتياجات الغذائية الطارئة في بلادنا عبر التوزيعات النقدية غير المشروطة بمتابعة السلطة المحلية عبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي حيث يستفيد منه أربعة آلاف وستمائة أسرة في المدريتين المستهدفتين بمنح نقدية مشروطة مع منح نقدية لمدة ثلاثة أشهر ليتمكنوا من تحسين العمليات الزراعية عقدت عدد من القيادات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان بعدا اجتماعا موسعا لمناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تمر بها عدن وكيفية وضع الحلول المناسبة لها خلال المرحلة القادمة وناقش اللقاء الذي عقد برأسة الغاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي العديد من القضايا الخدمية والتحديات التي تواجهها مدينة عدن والمتعلق بحياة المواطنين كالتعليم والكهرباء والصحة والمياه وأعمال البسط على الأراضي والمعالم التاريخية إضافة إلى تفشي المخدرات والجرائم البشعة في المدينة وأكد الغاضي فهيم أن الجميع وبدون استثناء أمام مسؤولية كبيرة للعمل في تحقيق الأمن والاستغرار لمدينة عدن والتي مرت بظروف صعبة للغاية نتيجة للحرب والكوارث وأهمها جاعة كورونا والتي تفشت بشكل مخيف مما أندر بنهيار الغطاع الصحي لو لا تعاون وصمود أبناء عدن ورجال الخير والمنظمات الدولية والمحلية مؤثمنا الجهود والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني التي وقفت إلى جانب المواطنين في ظل الظروف استثنائية عاشتها عدن هذا وأكد اللقاء على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لوضع رؤية موحدة لأبناء مدينة عدن وتحديد المشاكل والأولويات والحلول المناسبة لطرح أمام الجهات المسؤولة كرمت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناظلية الثورة اليمنية القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن عضو مجلس القضاء الأعلى تقديرا لدوره الفاعل بفتح المحاكم وأقلام التوثيق بعد حرب 2015 التي شنتها الميليشيات الخوثية على عدن وقال رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناظلية الثورة اليمنية أحمد قاسم عبدالله إن التكريم للقاضي فهيم هو اعتزاز لما قام به من دور بارز أثناء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الخوثية على عدن والمتمثل بفتح المحاكم وأقلام التوثيق لعطاء أسر الشهداء وجرح الحرب في هذه الحرب الوثائق المطلوبة لهيئة رعاية أسر الشهداء ومناظلية الثورة ولدوره الإنساني مع رفاقه في العمل الإغاثي تجاه الأسر النازحة التي طالتها الحرب في ذلك الحين بدوره عبر القاضي فهيم الحضرمي عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يمثل فخرا للقضاء بشكل عام الذي يمثل المرجعية الأساسية لكل مواطن بدأ صندوق صيانة الطرق والجسور بتنفيذ مشروع إقامة جدار ساند لجولة طريق العقبة العليا المؤدية إلى بوابة العقبة وطريق الدائري بالمعلة وقال المهندس مصطفى حميد أنه بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس سامي باهرمز وبتمويل من الصندوق تقوم المؤسسة العامة لسيانة الطرق والجسور بتنفيذ مشروع إقامة الجدار الساند والذي تكون مهمته حماية الطريق من الانزلاق نتيجة لوقوعه في مجرسيون والأمطار المنحدرة من أعلى جبل شمسان وأشار المهندس حميد أن المشروع سيشتمل عمل مصبات ومسارب لمياه الأمطار بالإضافة إلى نغل الخدمات التي تمر أسفل الطريق إلى موقع بجانب الطريق يسهل معه أو يسهل معه صيانتها ولا يعرضها لأخطار التدمير جراء السيول وأشار المهندس حميد لأن تكلفة المشروع تبلغ 45 مليون ريال يمني بتمويل من الصندوق نقش مدير عام مدرية المعلة فهدى المشبق مع نائب مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدا المهندس زكي حداد مجمل قضايا ومشاكل المياه وصرف الصحي بمدرية المعلة وخلال الاجتماع استعرض المشبق مشاكل المياه والصرف الصحي التي تعاني منها مدرية المعلة وأبرزها التي نتجت جراء كارثتي السيول والأمطار التي تسببت بنهيار منظومة شبكتي المياه والمجاري تحديدا بمناطق الشريط الجبالي للمدرية وأشار المشبق إلى همية رفع وطيرة العمل وبدل المزيد من الجهود لتفادي مشاكل طفح المجاري التي تعاني منها بعض شوارع المدرية بالإضافة إلى ضرورة عمل صيانة دورية لشبكة المياه وفتح الانسدادات والتأكد من وصول المال لكافة الأحياء السكنية وطلب المشبق مؤسسة المياه بالإسراع بحل المشاكل المتعلقة بطفح المجاري وعدم وصول الماء إلى بعض المناطق منها شارع سنترال ومتابعة المشروع الممول من البنك العربي بمنطقة حافون من جانبه أكد المهندس زكي حداد نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أن قيادة المؤسسة تعمل على إيجاد حلول ومشاريع حقيقية لإنهاء معاناة المواطنين من أزمة المياه بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في منطقة الكبسة دشن مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكاف عوض ومديرة مستشفى زنجبار الدكتورة سيلة عوض ومدير مكتب الصحة بمديرية زنجبار عبدالغادر با جميل دشن تشغيل العمل بالطاقة الشمسية لمستشفى زنجبار ومركز الأمومة والطفولة والذي نفذته شركة الفصل بتمويل من مكتب مشاريع الأمم المتحدة اليونيبس واستمعوا من المهندسين التابعين لشركة الفرسان إلى شرح مفصل عن قوة واسعة المنظومة الشمسية والبطاريات وأجهزة التحويل ومن جانبها شارى مدير زنجبار إلى أهمية هذا المشروع الذي يرفض المستشفى باحتياجه من منظومة الطاقة الشمسية وأوضح أن هناك مشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية لعدد ست مراكز صحية في زنجبار وتركيب خمسمائة عمود إضاءة في الطاقة الشمسية في شوارع مدينة زنجبار بتمويل من مكتب مشاريع الأمم المتحدة اليونيبس اطلع مدير عام مدرية حبيل جبر بمحافظة لحجة بديع القطيب على سير العمل في مشروع بناء ستة فصول دراسية لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي بالمدرية بتمويل من قبل صندوق الاجتماعي للتنمية وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمدرية ويأتي تنفيذ هذا المشروع الذي يجري العمل فيه ضمن البرنامج التنموي الذي تنفيذه السلطة المحلية بمدرية حبيل جبر أشار القطيبي بأن هذا المشروع التربوي سيمثل أهمية كبيرة للمنطقة وسيساهم في تغطية النقص في الصفوف الدراسية والتخفيف من ازديحام الطلاب التي تعاني منها الفصول وأكد القطيبي بأن قيادة السلطة المحلية بالمدرية من خلال مكتب الأشغال يبذلون جهودا كبيرة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع وتقديم كافة تسهيلات الإنجاح مقدما شكره الجزيل للصندوق الاجتماعي للتنمية وكذا السلطة المحلية بمحافظة لحج ديشنال منتدى الإنساني بمحافظة تعز توزيع السلة الغذائية بدعم من منظمة STC ضمن مشروع الاستجابة الطالع لاحتياجات المياه والغذاء للفئات الأشاد ضعفا في المحافظة حيث تم توزيع 60 سلة غذائية وقد أشار القائمون على التوزيع إلى أنه تم استهداف الأسر الفقيرة والأسر التي لا يوجد لها عائل لافتنا إلى أن التوزيع جاء بعد مسح ميداني لمنطقة المضبوعة والتي تعتبر من المناطق المكتظة بسكان وأهلها يعانون الفقر والحاجة أشهر بقاعة اتحاد الأدباء بالمكلة كتاب عن الشاعر الغنائي صالح عبد الرحمن المفلح وتضمن الكتاب الذي حمل عنوان المفلح دفء الكلمات وعطر الألحان وجاء في 228 صفحة من الحجم المتوسط على دراسات في أشعار الشاعر المفلحي والحانه وذلك بمناسبة الذكرى الخامس عشر لرحيله غلقيت في حفل الإشهار كلمات أكدت على أهمية إبراز الوجه الثقافي والموروث الشعبي توثيقا ودراسة بما يسهم في إبراز الهوية ويخلق جسرا للتواصل مع الأجيال مشاهد الكرام كان هذا كل شيء في نشرتنا لهذه الليلة عودة بالتذكير بأبرز العناوين رئيس الجمهورية يصل إلى الرياض قادما من الولايات المتحدة بعد استكمال فحوصاته الطبية تسجيل أربع حالات وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة حظر موت قتل وجرح في صفوف ميليشيات الحوثي في نجد العتق شرق صنعاء والقوات المشتركة تستادف موقعا لقناص الحوثي جنوب الحديدة هذا كان كل شيء مشاهد الكرام في نشرتنا الأخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير وسلامة إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة